السؤال هو تشككين في نزاهة الانتخابات التشريعية 2019؟ اينا شككت في التشريعية والرئاسية هزيه قلقية والرئاسية يا سيخ اينا لليوم على قصاني راقبتي اينا انتبع راني رئيسة حزب ووقتها قاعدين انتبعوا في الانتخابات وعننا هيكلنا وفي كل مراكز الاقتراع عنا ناس قاعدة تشوف مارينيش صف تنتي اليوم كيف عملت صفوف متع التلقيح ورينا صفوف في تونس جمهورية كل يقول لي خلو خروجي يقول لي خمسة مائة تالف انتي هنا بيش تقول لي عندي زوز ملين وسبعة مائة اينا نقول لي هيئة الانتخابات ماضي ثلاثة ونص اعلنت على تسعة وثلاثين في المائة تقريبا كان منيشغلت النسبة مشاركة وريني من ماضي ثلاثة ونص للستة صارت السيركولاسيون مشعادية في المدن صارت صفوفة مشعادية وقتش خرجوا وقتش خرجوا هزا قلتوا من هارورة اي نعرف والانتخابات التشريعية قلنا انها مزورة مزورة بتبيع اينا واحدة من ناس من حزم مل زوروها الناس اللي في السلطة من الناس اللي في السلطة الشكونوا برشا في السلطة لا لا خونجية ويحركوا في كل شيء لأن 2019 يوثف الشهد في السلطة لا لا الخونجية ونيداء تونس في السلطة. حتى حد ما حكم الناس كل خونجية هي اللي حرفة اللعب. عبير موسي. خلينا نحكيه بالمنطق على الوثائق. فضل. الفين و تسعتاش. في السلطة شكون. نداء تونس. لا. كيفاش? رئيس البرلمين شكون. وصلنا للجمهورية. رئيس الجمهورية شكون ورئيس الحكومة شكون. نحكيه لحقيقة ولا نحبو نحكيه. لا نحكيه. زادة بالليب موجود. نحكيه لحقيقة. نيداء تونس تخلى بستة وثمانين نائب اخرج مفرق على عشرين. اه. اخرج بكتلة حرة وكتلة تاحية تونس وكتلة اتيليف وكتلة اندرشنية. اه. دونك ما اخرجش لهول في السلطة. اه. الحكومات المتعاقبة اللي تحطت بما فيها حكومة يوسف الشهد ايسانسيالما وقت الغدرة باجي باجي قائد السبسي صارت بالاتفاق مع الاخوانجية. اه. الاخوانج بليت. هيئة الانتخابات نعرفهم كيفش عاملوا الانتخابات بالمحاصلة داخل مجلس النواب. اه. النظام السياسي اللي يحطوه خليهم هما يتحكموا في الحكومات وفي الاغلبية وفي المحاصلة الحزبية وفي الدنيا الكل. كل ما قاعد يصير والاخطبوت الجامعيات ينعودها ونقولها. اه. لانه نعرفوا الجامعيات متاحهم ولي غرسوها. وزعمة زعمة جامعيات خيرية ومشيت للارييف وشنوها ليتعطاها. قدش منهم متجاوز ثقف الانفاق. قدش منهم متجاوز القوانين. هيدا كلو نعرفوه.